ويزن في هذا الموضوع يعني يبدو أن الأمير عبدالله بمساعد أدرك ما يدور في الفشار الرياضي الإعلامي وهو ضعف ثقافة الممثل للاتحاد السعودي لكرة القدم فيما يتعلق بحضوره سواء القاري أو الدولي والدليل على ذلك يعني القضايا التي يعني يكون الاتحاد السعودي أو تكون كرة قدم السعودية طرفها سواء المنتخبات أولندية يعني لا نجد هناك قرارات يعني تخرج في صالح تلك سواء كانت المنتخبات أولندية طبعا الحديث يا خالد عن المجال الرياضي إحنا حقيقة نجعل أحيانا النوع من الكيميا أو الفيزيو وهي العملية سهلة وبسيطة جدا لا تبتعد عن موضوعين أو نقطتين رئيسية اللي هي التخصص والتفرغ أنت اليوم عشان تدير أي عمل رياضي يجب عليك أن يكون عندك شخص متفرغ لأداء هذا العمل وبالتالي أنت ستحصل على نتيجة طبيعية ومنطقية ونتيجة صحيحة إحنا اليوم لما نأخذ أي قطاع منافس القطاع الرياضي أو مشابه قطاع التعليم قطاع الصحة أي قطاع أنت تجد أن الشخص المنتسب لهذا العمل يحمل تخصص ويدخل فيه مفاضلة وبالتالي يكون متفرغ لإدارة هذا العمل من هنا تجد النجاح إحنا لازلنا نتعامل مع الرياضة كهواية لا يوجد أي نوع من الاحترافية مع أن الإسم من 1412 أو 13 وإحنا إسمنا الدوري محترفين وبالتالي نجد أخطاء وراء أخطاء وراء أخطاء لأن الشخص الذي قد دفة الحركة الرياضية أو المسؤولين في كافة اللجان وكافة القطاعات شخص ثلاثي الأبعاد ثلاثة مناصب أربع مناصب ثلاثة لجان أربع لجان الفوضى والعبث الإداري سيتواصل لتراكم معنا الأخطاء الموجودة هاليوم نتيجة الإهمال نتيجة عدم المتابعة نتيجة عدم المباشرة التامة في هذه المعاملات وفي هذه النتائج إحنا اليوم لما نشوف خرق للواح والأنظمة والتشريعات في تسهيل تسجيل اللاعبين لسين أو صاد من الأندية وبالتالي نجد أنه في الإعلام وفي الهيئة العامة للرياضة أنه هذا النادي مدين بالمبلغ الفلاني ولائحة الاحتراف تنص على أنه لا يمكن لهذا النادي أن يسجل سين أو صاد بالتالي تجد أنه تسجل لاعبين ثلاثة أربعة واليوم نجد أنه فيه يعني إيقافات وسحب نقاط وتحبيط لدرجة أولى وكل الأمور هذه لا يمكن أن تتم بسهولة لو كان هناك عمل إداري متفرغ لأشخاص متخصصين لازلنا حقيقة نتعامل مع الوسط الرياضي بعقلية هواه صحيح أنه من كلمة دارجة الاحترافية ولكن نحن بعيدين كل البعد عنها المحسوبيات موجودة ونزالت والفوضى الإدارية تدق أطناب النجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لعل الانتخابات القادمة للاتحادات الرياضية التي تجيز تعيين 50% من المجلس بالتعيين و50% بالانتخابات قد تساعد في تقدم الحركة الرياضية على مستوى الاتحادات الرياضية بشكل عام والتمثيل يكون بشكل أفضل لكن لازلنا برضا نستعين في هذه الأماكن بالأشخاص ثلاثية العبعاد إذا كان ولا بد أني سأخذ سين من الناس من الجامعة أو من المنشأة أو من مقر عمله يجب أن يكون هذا الشخص يتم سحبه أو يتم جلبه إلى الوسط الرياضي بالتفرق أما مسألة أن يمارس عملين في الوسط الرياضي المفهوم العام لدينا لازلنا في كرة القدم أو الألعاب الرياضية المختلفة أو الاتحادات الرياضية لازلنا نعيش دور الهواه وهذا حقيقة اللي أفقد الرياضة في المملكة العربية السعودية هويتها وأتمنى أن هذه النقطة تنحل بشكل جدري وهذا أيضا أحد الملفات الرئيسية اللي سمعناه في ملفات عاد العزة أو سلمان المالك أنه فعلا راح يسعوا إلى أن يكون العمل بالتفرق ويكون في الأندية أيضا بشبه التفرق كتدريج لعملية إدارة كرة القدم بشكل تدريجي وهذا سبب من أسبب النجاح أما أننا نترك الأمر بهذا الشكل فعلينا أن ننتظر نتائج سلبية مثل ما نشوفها اليوم طيب زاهر البديع يقول كيف عضو الاتحاد السعودي ضعيف في مواجهة القرارات واللجان الفيفا وهم على مستوى عالي وفكري وثقافي إذن يتم استبدال من كان مقصر حمدان والله التقصير حاصل ووارد طالما أنه فيه النوعية هذه من الأشخاص الموجودين يعني أنا عندي عمل رئيسي مش معقول أني أنا والله أتفرغ للوسط الرياضي ودير العمل خليه يمشي زي ما يمشي الخطأ الذي وقع فيه نادي الاتحاد سأحمله على شقين شق يتحمل نادي الاتحاد كونه يعرف أن الاتحاد السعودي أجاز له كثير من الأمور وبالتالي يجب أن تكون حريص على ملفك حتى لو أنه سمح لك أنك تسجل الجزء الآخر يتحمل الاتحاد السعودي كونه ساهم الموسم الماضي في مساعدة نادي الهلال بستة ملايين وأيضا أنت الأب الشرعي لكل هذه الأندية يجب أن تحل قضايا الأندية في الخارج وتتعامل معها في الداخل بالطريقة أو باللوايح والأنظمة التي تشرعتها من خلال اللجان الموقرة